فقرة هامة جداً احنا بنتكلم النهاردة عشر سنوات بعد الثورة ثم ايضاً سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو احنا رحنا فين وحققنا ايه ايه اللي احنا زودنا ايه اللي احنا حققنا ايه اللي احنا وصلنا له ومين اللي احنا وصلنا له وعايزين نروح بيه فين وحنستبر معاه ولا لأ انا ااخد ملفات ااخد اوراق من اوراق مصرية بنحتاج لها او ملفات مصرية هامة جداً علشان ننقشها ونقشها من مصدر المعلومة ضيفة في هذه الفقرة دكتور ياسر عبدالسلام مدير عمليات تكافر وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي اهلا بيك معاي في الحال يوم اهلا وسهلا بحركة دكتور محمد ويعني مساء الخيرات على كل الاسر الاولى بالرعاية في مصر مساء الخيرات على كل مصر ايه رأيك طبعا مساء الخيرات على كل مصر الاسر المصرية ان هدف تكافر وكرامة هو تنمية الاسر المصرية مع جهات الشريكة على مستوى الدولة طيب انا حبق مع حضرتك كده النهاردة اشرح ليه فيه ايجاز ايه هو تكافر وكرامة ويفرق ايه تكافر وكرامة عن دعم اخر بتقدمه الدولة او بتقدمه الجمعيات تكافر وكرامة هو برنامج الحماية الاجتماعية بشكل سريع وشكل مختصر تم تصميمه طبقا لقواعد الاستيداف والطرق الحديثة لقياسات الفقر لاخراج الاسر المصرية من دائرة الفقر في وقت قليل جدا لدائرة التمكين الاقتصادي ده الفرق اللي بين تكافر وكرامة والضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي كان ممكن الاسر داخل الضمان الاجتماعي تظل لمدة 30 عاما او اكثر تظل في دائرة الفقر تكافر وكرامة درس التجارب اللي هي في برامج الحماية السابقة في الفترات السابقة كانت برامج ضعيفة برامج هشة برامج لا تؤدي الغرض برامج لا تخرج من الفقر فبنى قواعد بنية قواعد تكافر وكرامة على اساس شمولي على اساس تكاملي على اساس ان يتم تقديم حزم حماية اجتماعية متكاملة تقدر تخرج الاسر من دائرة الفقر بشكل سريع طيب لو جنا احنا بنحاول نخرج الاسر من دائرة الفقر ليه كل سنة بتزود عدد الاسر اللي تاخد في تكافر وكرامة طبعا نتيجة التغيرات اللي بتحصل على مستوى العالم احنا طبعا كان مخطط لأسر تكافر وكرامة ان احنا نوصل لمستهدف في الفين اتنين وعشرين كان المستهدف تبقى لقياسات الفقر ان الاسر اللي وقعت احت خط الفقر كانت تلاتة مليون متين الف طبعا نتيجة التغيرات ازمة كوفيد تساعتاشر وازمة اوكرانيا تشوف مصر بس زادت على مستوى العالم فكان لابد من انت توسع مظلطة اه طبعا لابد من القيادة السياسية والدولة المصرية ان توسع دائرة المستهدفين ده في البرنامج تكافر وكرامة تماشيا مع الظروف فكان اقوى قرار وكان طبعا في الفترة الاخيرة في نهاية الفين اتنين وعشرين كانت توجهات سيادة الرئيس باضافة مليون اسرة جديدة لبرنامج تكافر وكرامة ما يقارب من 25% كان برنامج تكافر وكرامة وصل لمستهدف 4 مليون 200 ألف ما يقارب يعني حوالي 16 فرض مستفيد 16 مليون فرض مستفيد من تكافر وكرامة في الفترة الاخيرة حصلت طفرة كبيرة في اخر سنة في الاعداد حصلت طفرة في الميزانين يعني الطفرة في الاعداد كان من 4.2 من 10 مليون اسرة مستفيدة لأصبحنا 5 مليون 200 ألف اسرة مستفيدة بالتعاون مع التحالف الوطني العمل أهلي والتنموية هنسأل هخش بقى في حتة طبعا أنا يهمني أنه يوضح للسادة المشاهدين تكافل وكرمه بيستهدف أسر إيه ايوه أنا هو ده سؤال التالي بالزبطك أنا عايز أن هبتك بتقول الدعم النقدي المشروط يعني إيه مشروط عايزك توضح للسادة المشاهدين أن فيه شرطية هنا ما هي الشرطية الشرطية أنه إحنا بنقول أنه هي استهدفنا برامج تنموية والفرق بشكل سريع بين التنمية والنمو أن التنمية مخطط لها التنمية ممنهجة التنمية أنه إحنا بنبني هياكل وبنبني كوادر بحيث أنه نضمن بشكل منتظم من الأسر المصرية نقدر نقيس مدى التنمية اللي حصلت فيها ايه التنمية اللي حصلت فيها؟ ده من خلال شروط التنمية ابتدينا نحط شرط وليس عقاب شرط التنمو على الأسر المصرية اللي هي دخلها في الأسر الأولى برعاية ايه هو الشرط الوضع وصم بناء عليه البرنامج أن يكون فيه تنمية في التعليم تنمية في الصحة تنمية في مستوى الدخل المواطن عليه شرط والدولة عليها شرط عليها التزامات التزامات الدولة اللي هي بتقدم للأسر الأولى بالرعاية اللي هي في الأولى بالدعم أن يتقدم لها خدمة مجانية تب الشرط للأسر الأولى برعاية أن هي تحصل على الخدمات المجانية المقدمة من قبل الدولة تستغلها تستغلها وتحصل عليها عشان أضمن أننا دلوقتي إحنا هدفنا أو هدف الدولة تنمية الأسرة المصرية فأنت لو ما خدتش الخدمات المقدمة المجانية من خلال الدولة يبقى أنت هتفضل واقع تحت دائرة الفقر لو ما حصلتش على الرعاية الصحية الأولية لطفلك وللأم في الخمس سنوات الأولى ده الشرط اللي إحنا وضعينه في البرنامج هتظل الأسرة تعاني من أمراض سوء التغذية شكرا أنا عايز بقى نقف هنا دكسير يعني أنت عايز تقولي أن أنت رايح لحد بتساعده وبتقنعه أنك أنت تساعده أنا بقنعه أن أنا بساعده وبشتغل على كده وهو لازما المواطن المصري هو ابتدى فعلا يحس أن طبعا الشروط اللي وضعت في تكافل وقرامة قدرت تحقق إنجاز طبقا المؤشرات يعني دلوقتي أسر تكافل وقرامة من بداية البرنامج لحد الآن نجحنا نجاح كبير يا فوق النسبة 95% أسر تكافل وقرامة ارتزم بشرط التعليم أشكرك يعني أنت قدرت أنك أنت تقلل حجم التصرب من التعليم لما دخلته تحت مظل التكافل وقرامة وضعته له شرط وحطيت له شرط أنت لو الطفل ده ما دخلش التعليم وكذا فأنت كده بتبني البكرة بابني البكرة وبابني للنهاردة أنه طبعا إحنا عشان نكون دولة قوية لازم أن نقلل نسبة فقر التعليم أن التكافل وقرامة اشتغل على الفقر المتعدد للعبعات فقر التعليم فقر الصحة فقر مستوى المعيش فالوزارة والدولة شغال على ثلاثة أبعاد التنمية البعد الأولين البعد الصحي وممكن نستفيد مع حضرتك فيه والبعد للتعليم وهنستفيد بردك وفيه بشرة لأسر تكافل وقرامة بدأ برنامج المنح المجانية الإعلان عنه منذ أمس ونهايته 2 يولو المنح المجانية دي لأسر تكافل وقرامة 250 فرصة منحة مجانية في تعاون مع الجامعة الأمريكية من خلال أنت دلوقتي ابنك في السنوية عامة ابتدي كل أسر تكافل وقرامة اللي لديهم ابن أو بنت في السنوية العامة يسجلوا على الرابط اللي تم إعلانه من خلال وزارة باللمس لو ابنك حصل على السنوية العامة بنسبة 85% فأكثر الدولة بتقولك من ضمن تكافئ الفرص التعليمية أنت ما تقدرش تدرس في الجامعة الأمريكية ما تقدرش تدرس في جامعة زويل ما تقدرش تدرس في الجامعات الخاصة من تكافل وقرامة عشان نخرجك من دايرة دي بننقلك في المرحلة التعليمية بنوفر لك تكافئ فرص تعليمية في جامعات خاصة فبتدي سجل من دلوقتي فرصتك أنت تسجل بياناتك من خلال الرابط وأي استفسارات متاحة من خلال الرابط لحد 2 يولو ابنك ربنا وفقه جاب أكتر من 85% إن شاء الله يكون من ضمن المستفيدين بالمنحة من داخل أسر تكافر يعني محفزات كثيرة وتحركات كثيرة علشان تحفزه أنه يشترك في الحياة طيب تقدر تقولي هل تم فعلا في أسر خرجت أو بدأت فعلا درسطه التعليم أرفنا الحدوتة دي أخبار الصحة إيه هل قدرتوا أيضا من خلال تكافر وكرامة والشروط الصحية بتاعت الخمس سنين الأولى للأم والطفل قدرتم تحكمهم الصحة بتاعت الطفل المصري هو طبعا إحنا بالنسبة للصحة شغالين على الألف يوم الأولى كمحور أساسي بالنسبة للطفل وفي مساعدة إضافية بالإضافة لمساعدة تكافر وكرامة بتحصل عليها جميع أسر تكافر وكرامة اللي لديها طفل في الألف يوم الأولى بيتم إضافة لمبلغ إضافة يعني هي ألف يوم أفن الألف يوم الأولى في حياة الطفل التلات سنين الأولى يعني؟ لا مش التلات سنين الأولى اللي هي الألف يوم الأولى لحياة الطفل بيبدأوا من منذ متى الألف يوم الأولى بيبدأوا من شهور الحمل آه تمام بيبدأوا من شهور الحمل حتى سنتين ونص ده يعتبر بالنسبة للطفل طب ليه الألف يوم الأولى وزارة التضامن الاجتماعي بتركز عليهم والبرامج التنميوية بتركز عليهم؟ إن كل الدراسات قالت إن في الألف يوم الأولى إذا لو ما تمش العناية بصحة الطفل في الألف يوم الأولى بيصب عمرات سوء التغذية وعمرات سوء التغذية بعد الألف يوم الأولى بيكون صعب عليك بيصبح مجتمع تبدأ أنت كدولة تدفع فلوس زيادة في الأطفال اللي بعد كده هتضطر تواجه مشاكلهم الصحية طبعا الكلام ده بيأثر في المجتمع في الشباب بيقرب فترة القدرة على العمل تلايش في المستقبل القريب يعني قدرة الشاب ده على العمل تلايه أربعين سنة مش قادر يشتغل ولكن إحنا لو اهتمنا به في الألف يوم الأولى هيكون صحته ونسبة يعني المتوسط العمر في مصر هيزيد إحنا لو اهتمنا بالألف يوم الأولى يعني معنى كده أن إحنا بنقول المستقبل لصحة أبنائنا وصحة الأسر المصريين طب إحنا كده فهمنا الأوسص المختلفة ولكن هنطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل طب إيه بقى المجتمع المدني ودوره ومين اللي حط الشروط ومين اللي بيقدر يتابع الشروط ويد الأرقام والعائد من المليارات اللي بتضخها الدولة في هذه المبادرة تكافر وكرامة خدوا بالكم أنتوا بتتكلموا تقريبا تقريبا عن ربع الشعب المصري تحت مضل التكافل وكرامة بعض الفاصل الحالي قضايا كتير جدا كان مسكوت عنها سنوات طويلة في مصر هو أنا أدعمك ولا أساعدك يعني نفس القول اللي بتاع زمان جدا علمنا أستاذ السمكة بدل ما تديني السمكة أنا الوقتي بدأ تفهم من التكافل وكرامة أنه هو يحط شروط ده جزء من أن أنا أبدأ أحرك الأسرة المصرية تجاه علم العيال خد بالك من صحيتهم أنا بوفر لك الصحة وأنا هتابع معاك وحتشتغل معاك وحدعمك علشان تقدر تعمل هذا الكلام ولكن هنا أيضا في دور كبير جدا للمجتمع الأهلي في مصر قولي دورنا إيه مع الجمعيات والمجتمع المدني بيعمل إيه مع الدولة في هذا الشعب طبعا المجتمع المدني هو ليه دور كبير جدا وماشى مع وزارة التضامن الاجتماعي إنه هو يعتبر داخل وزارة التضامن الاجتماعي المجتمع المدني كان شغال على محور كويس جدا وأساسي داخل وزارة التضامن الاجتماعي عن المحور التالي تحسين مستوى السكن كان شغال بشكل كبير لتحسين من خلال الجمعيات الأهلية كانت بدأت مبادرة السكن كريم واستكمال البرنامج القوم تنمية الريف المصري في حياة كريمة بدأ داخل وزارة التضامن الاتماعي بالتعاون الكبير مع الجمعات الأهلية في تطوير مستوى السكن بالإضافة أن المجتمع المدني بيقدم خدمات كثيرة جدا كسلع عينية بيقدم كاراتين غزائية بيقدم مجهودات خدمات طبية بيقدم حملات توعية المجتمع المدني بيقدم دعم نقدي بس طبعا بمستوى وزارة التضامن الاجتماعي ابتدى فيه تنصيق في الفترة الأخيرة بين المجتمع المدني وبين وزارة التضامن الاجتماعي بين شعق قعدة بيانات الجمعيات الأهلية طبعا لعدم الازدواج في تناول الخدمات وضمان العدلة الاجتماعية في تقديم الخدمة طبعا البرنامج اتنشأ مع البرامج الأخرى التنموية لتحقيق العدلة الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي للمواطن من مصر ومن أهم الملفات داخل وزارتنا اللي بتهتم بالعدلة الاجتماعية ملف تكافل وكرامة وتقديم المخدمات على المستوى المختلفة سواء دعم عيني أو دعم نقدي أو تحسين مستوى السكن أو تقديم الخدمات المختلفة طبعا التحالف الوطني في الفترة الأخيرة قام بمجهود كبير في السنة الأخيرة من خلال تقديم الدعم العيني على مستوى الجمهورية بأكتر من مليون كارتونة تم توزيعهم دكتور ياسر الناس مش حبة كلمة إن أنا بقدم كارتونة أنا شخصيا كلمة إيه لقوية على قلبي يعني أنا هو أنا يعني ليه بضطر دائما إن أنا أخد أكل للناس ليه وصلنا للمراحل دي وليه بقت متقدمة وليه عمالين نزود في عدد 30 مليون كارتونة و2 مليون كارتونة وحد تاني يطلع ب5 مليون كارتونة يعني ليه شمعنا هو طبعا لتحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للمواطن المصري ده حاجة مهمة جدا جدا اللي إحنا طبعا لابد إن إحنا ندور على المحاور المختلفة لتكافل وكرامة تكافل وكرامة هو برنامج شمولي ما ليس برنامج دعم نقدي فقط طبعا اتغير داخل وزارة التضامن اجتماعي إن ما كانش ضمان اجتماعي بيحصل على مبالغ زهيدة بالوقت إنت بتحصل على دعم نقدي الزمان كان بياخد 40 جنيه و50 جنيه آه لا غير المبالغ إنت النهاردة بتاخد كام تقريبا هو غير المبالغ هنقول المبالغ تفصليا آه تقريبا أنا النهاردة في تكافل وكرامة باخد كام لو تكافل وكرامة بياخد كام طبعا المبالغ تبقى لتوجهات فخامة الرئيس في شهر إبريل الماضي تم زيادة جميع المبالغ اللي تكافل وكرامة 25% يعني اللي كان بياخد أساس الست اللي كانت بتاخد أساس الـ 325 بالإضافة لمنح التعليم ومنح الصحة ابتدت المبالغ دي تتغير من 325 لـ 406 ونص بالإضافة لو عندها طفل أقل من ست سنوات كان بتاخد عليه ستين جنيه الستين جنيه تغيرت 25% بقت 25 جنيه بقت 75 جنيه آه 75 جنيه تقريبا بعد إذن عدد أنا هقولك وحسبها لي كده أنا أسرة قب وام كويس وعندي طفل في التعليم وطفل بيرضع إحنا لو حسبناه على المستوى الأعلى اللي هي الطفلين في سنوي والأم طفلين في سنوي اللي هو كان 140 جنيه أصبح 175 جنيه يبادئ 350 جنيه بالإضافة لـ 406 جنيه يعني حوالي ما يقارب من في أسر ممكن يوصل يعني التكافل وكرامة من 800 إلى 900 و1000 جنيه في أسر بتوصل لا بتوصل أكثر لو عنده ثلاث أبناء في معاقين بياخد على الطفل المعاق كان بياخد على الطفل المعاق ربعمية أو زوى الأعاقة ربعمية وخمسين جنيه دلوقتي أصبح زوى الأعاقة 562 جنيه أنا عايزة لك شو قاله وزمان إحنا كنا بنروح للأسر اللي عندها زوى الإعاقة ونديها دعم قبل من 10 سنين هو كان من 10 سنين ماشي من 10 سنين قبل تكافل وكرامة كان المسن والمعاق كان بيانضاف نسبة وليس كل كان يعني كان بياخد 360 جنيه ولو زوجته مسنة كان بيضاف له 60 جنيه تاني دلوقتي لا هو كنته لو بياخد 450 جنيه قبل الزيادة الزوجة تاخد 450 جنيه بقى أصبح 900 جنيه مع الزيادات طبعا اختلفت المبالغ بقت 562 و562 مية فوق الألف ولكن أنا باش بنقول إن تكافل وكرامة دعم نقد فقط ولكن احنا بنقوله إن انت عندك رعاية صحية مجانية بنقولك عندك إن انت بطاق التموين دعم سلعي مجانا جميع أسر تكافل وكرامة بنقولك إن انت عندك بطاقة لدعم السلع بنقولك إن انت فيه ممكن تحصل على خدمات سكن كريم كل حزم حماية قوية ومتدخلة بحيث إن انتخرجك مش دعم نقد فقط فين أسر في تكافل وكرامة بتقدم بهدف الدعم العين هو عايز الفلوس بس مش عايز الفلوس آه هو عايز الشقة أو عايز لا عايز حاجة غير الشقة عايزه عنده جميع أسر جميع أطفال تكافل وكرامة بيحصلوا على إعفاء كامل من المصاريف المدرسية فهو عنده خمس أطفال هو ممكن يكون ماشي بس الخمس أطفال تكافل وكرامة دعم نقد بيدعم تفلين بحد أقصر ولكن جميع الأطفال في أسر تكافل وكرامة معفيين من الليومة أنا أشكرك جداً أنا كنت حسألك في الحتة دي أنت بتقول كل أسرة أنا حدعمك لغاية طفلين أنت بتحاول تقنعه أنه أكتر من طفلين ده كفاء صح؟ صح؟ هل قدرت تأثر عليهم؟ ولا ما زلت بتفاجأ بأسرة داخلها بخمس أطفال وست أطفال؟ هو طبعاً فيه تدخلات تمت من خلال برامج التوعية الموجودة وبرنامج التوعية الأسرية فيه برامج كتيرة حزم حماية تمت داخل وزارة التضامن الاجتماعي مش عايز أقولك على مدار منذ بداية الوزارة من أشئة الوزارة في عام 1939 حتى الآن ما حصلش نسبة 2% من تدخلات اللي تمت من 2016 حتى الآن حزم التدخلات مختلفة سواء تدخلات يعني أنت عايز تقولي أن على مدى تاريخ الوزارة ما حققتش قد اللي تدخلته فيه خلال 5-6 سنين اللي فاته مش في الدعم النقدي في جميع أنواع التدخلات تدخلات الحماية الملفات بقى اللي كانت بص أنا بسميها حداك طبعاً أنا عارف طبعاً عشان أنتوا مسؤولين في الوزارة تقدرش تقول اللي احنا كنا ركنينه عرف كان ما ركننا عرف كان بياخد دعم نقدي فقط وخلاص بقى أنا بسكته بـ 50 جنيه بـ 100 جنيه خد يا عم واسكت وانسى وابعت لا أنا دلوقتي بتاخد دعم تعليمي تكافل وكرامة بتاخد كل الخدمات دي بتاخد أن انت بوفر لك لو ابنك شاطر في التعليم بوفر لك تكافؤ فرص تعليمية وبعدين أنا حابب أنبه أن وزارة تكافل وكرامة مش بتتعامل مع الـ 22 مليون فرض مستفيد فقط بتتعامل مع الـ 40 مليون فرض مسجل على قوات بنات تكافل وكرامة بتحقق لهم نعمل عدلة الاجتماعية بالإضافة للـ 22 مليون فرض المسجلين هتكافل وكرامة اللي بيحصلوا على التعليم المجاني وبيحصلوا على تكافؤ الفرص التعليمية في العام الماضي تم إعفاء ما يقارب من 5 مليون طفل خارج قوات الاستهداف تكافل وكرامة من المستفيدين من الدعم النقدي إعفاءهم من مصاريف المدرسة لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في جزء من المرفوضين في خارج الاستهداف الدعم النقدي بيتم توفير فرص عمل وأصول انتجية يعني التكافل وكرامة بتشتغل على القاعدة البيانات كاملة يعني انت ممكن تاخد ابن الراجل ده أو الراجل ده نفسه وتجيب له شغله وتحاول تشغله اللي مرفوض من الدعم النقدي طبعا تكافل وكرامة نجح ان يصنف القاعدة الكبيرة اللي تحت في المجتمع المصر بدرجات يعني انت دلوقتي تبقى لظروفك الأرمالة والمطلقة والمسلم والأيتام دي فئات أولى بالرعاية داخل المستفيدين من الدعم النقدي عشان كده درجات الاسكور بتاعتهم داخل البرنامج أعلى ولكن في دلوقتي عمالة غير منتظمة يعني أسرة لديها يعني في سن العمل وما ندوش عمل راجل أجري بينزل على باب الله ده مستهدف داخل تكافل وكرامة وبيستفيد وبيستفيد داخل تكافل وكرامة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاستقرار احنا بنقوله ان احنا معاك لحد ما تعلم أبنائك وتستفيد والدولة فتحالك فرص عمل كتير من خلال وزارة التضامن الاجتماعي حاول ان الحماية الاجتماعية لو جينا المفهوم الحماية الاجتماعية هو ثلاث مراحل وثلاث مستويات المستوى الأول والأضعف للأسر الضعيفة جدا جدا اللي هو الدعم النقد بنحاول نخرجك للمرحلة التانية اللي بعد الدعم النقد التأمنات الاجتماعية والاستقرار بعد الاستقرار والتأمنات الاجتماعية بننقلك للمرحلة الأقوى بقى اللي هتخرجك من دائرة الفقر خروب نهائي اللي هي مرحلة التمكين وهو ده اللي احنا مستهدفين اللي هي التمكين الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل فنرجو في حابب اضيف اضافة بسيطة لبنك ناصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تم توفير اكتر من ربعمائة الف فرصة عمل للمرأة المعيلة داخل بنك ناصر سبعين في المائة منهم للسيدات لشيء جميل جدا واحنا سعداء دي دكتور ياسل عبدالسلام مدير عمليات تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي باشكر حضراتكم على المتابعة نشوفكم بكرة على خير بإذن الله الحياة اليوم